السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني أنا أزيد الزخم لأن هناك حاجة لهذا الموضوع ما أكتب فقط كهواية وإنما هناك حاجة ملحلة لأحد الأخوان فنعطي نموزة ثانية على التكنيكال تكتيكال ترينيج تكنيكال تكتيكال ترينيج اللي نحطه بالأجندة يعني نحط إشارة دون أن نشرح دون أن ونكتب تكنيكال تكتيكال ثمانية ضد ثمانية ويلعبون اللاعبين ثمانية ضد ثمانية لأجل الحيازة فقط حيازة 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 ثلاث دقائق دقيقة راحة ثلاث دقائق دقيقة راحة فهي التمارين المدرب يكون جاهز ومجهز وهو اللي يجهز الكرات لللاعبين إذا تخرج الكرة ممنوع اللاعبين يلاحقون الكرة لأن الكرة راح تجاهز الثانية من قبل المدرب من أجل شدة الـ 3 دقائق مهم أنهم اللاعبين ما يخرجون من الساحل فـ 3 دقائق دقائق راحة بعد ذلك نحن نحاول نجيب لعبين لون مميز عن هذه الألوان يعني نجيب لعبين بلون مميز من أرقام مميزة مثلا لعبين أصفر ممتعش مثلا تساطعش نجيبهم أصفر ونلعب شوطين آخرين كل شوط من 3 دقائق بيناتهم دقيقتين راحة هاي الشوطين يكون اللعب من أجل حيازة من أجل حيازة لكن اللاعبين الأصفر يلعبون مع الفريق دائما الحائز على الكرة لكن يمكن تحديد لعبهم باللمسة الأولى يكون التمرين أكثر شدة على اللاعبين الأصفر دون أن تركهم أحرار أنه يأخذون الكرة ويسوين ذهر جبها بعدما تلعب الكرة للتساطعش الغاية أن نجعل نشترط اللاعب للتساطعش من اللمسة الأولونة حتى يقدم بقية اللاعبين الإسناد الجيد لللاعب الحائز على الكرة وتصير حركة دايناميك بالكرة وما يعرف بالقابلية الحركية في الطوار فهن نلعب هذا التمرين نلعب نجي نقول ثلاث دقائق دقيقتي راحة ثلاث دقائق دقيقتي راحة فصارت عندنا ثلاث دقائق دقيقتي راحة ثلاث دقائق دقيقتي راحة ثمانة ضد ثمانة بدون وجود للعبين تجهيز ندخل الاثنين اللاعبين تجهيزة ويسموهم جوكر ذولة 18-16 بألوان مغايرة بالملابس دائما يلعبون مع الفريق الحائز على الكرة من اللمسة الأولى اللاعبين أبداً ما يتابعون الكرة اللي تخرج من الساحة توقيتات تسمر ثلاثة اثنين راحة ثلاثة اثنين راحة ثم بعد ذلك وبكل سهولة نضع حدفين للشوط الثالث كبيرين بحراس مرمى ونلعب نفس التمرين بوجود ذول اللاعبين المجهزين اللي ما يحق لهم التجهيل في أي من الأهداف فذول يلعبون دائماً مع الفريق الحائز على الكرة ويكون اللاعب اعتيادي بدون شروط لأنه تلعب تقسيماً نسميه هم تلتزم بثلاثة ثنين ثلاثة اثنين يمكن أن تضيف ثلاثة اثنين بالمجموعة أو بالفعالية الثالثة هذا نوع من التمرين اللي نقدر إحنا نسمي تدريب يعني تاكنيكال تاكتيكال هذا هم سامبل آخر مهم من نهاية هذه التمرين جداً مهمة الآن لو سألني واحد إيش نعمل بعد هذا التمرين أنا راح أطيك سامبل على إيش تعمل بعد هذا التمرين إذا أخذنا بدني فني أخذنا فني بدني فني مرتين وأخذنا فني خطط مرتين وراح نأخذ بعدين الشيون ندرب الفيزيكال تاكتيكال يعني نهتم بالجانب البدني الخططي شكراً جزيلاً أنا الدكتور الموفق المولى هذا برنامج يتطور الفكرة التدريب المدرب العربي كما أسلفت هناك حاجة ملحة الآن لأحد الأخوان لنماذج على الأجندة اللي وضعتها أنا سميت الأجندة الشهرية أو المنهجية الشهرية للتدريب هذا مثال مثالين 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 إيقفاله ترجمة نانسي قنقر